لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد حتى لو يكون الرئيس أبلغ الرئيس أبلغ لأن القضية ما تعلقت بعهداء لرئيس ماريف لو كانت الدولة كانت تسير كما ينبغي لا فساد وكذا ولكن الرئيس لم تتوفر فيه الشروط اللي يفرضها باش يترشح الانتخابات وخرج شارع قال للعهدى الخامسة يقول له يا سي محمد خلاص يقول لهم أنا ما نترشحش انتهى الموضوع لكن البلد غرقت في الفساد البلد تحكمها عصابة إذن أين الجديد لذا جبات الوزع الوزع حنون تريد تبرئة بوتفليقة تريد أن تحول القايد صالح أنه ظلم من ظلم الحراك وظلم عبد العزي بوتفريق وتريد بهذا تبرئة أيضا السعيد بوتفريقية كانت متهمة معهم وطبعا خرجت براءة وعادت إلى بيتها فتريد أن تبرئهم إذن حبت تعطي إلى أن هذا كان اجتماع المشبوه وكان اجتماع من أجل الصالح العام لها كان اجتماع تبع عصابة للغضر بالمؤسسة العسكرية اجتماع لم يجدوا كيف تخلصوا من القايد صالح لأن الأمر هذا كانت الأمر قبل ما يخطب القايد صالح ويقول خطابه الشهير اللي طالب بتطبيق المادة الموثنين رهي جرت أشياء كثيرة في الكواليس ما تعرفوا هاش أيها الجزائريون تعرفوا هاش رأي حادثت خصومات انقطعت الاتصالات ونحاولوا يعزلوا القايد صالح وداروا القرار ووقعوا السعيد بالكاشي والختم تعخوه وهو تم وجد قوات من الجيش الوطني الشعبي للتلفزيون لأنه صل الفاكس ودائما كيف يرسلوا الفاكس وبعد يرسلوا البيان الرسمي عن طريق سيارة خاصة وتم بذلك تلك السيارة توقفها في الطريق قبل ما تصل للتلفزيون وخذوا قرار عزل للقايد صالح كل هذه الأمور حدا ولما أغلقت في وجوههم الأبواب لجأوا إلى الطريقة الحيلة هذه حتى يعملوا حكم انتقالي يحتموا باليمين زروال حتى يمرروا المرحلة ويتخلصوا من القايد صالح ويتخلصوا من القيادات العسكرية التي لتولها وأجزم لكم وأقول لكم بأن تلك المرحلة كانت القيادات العسكرية كلها تؤيد هذا المسار واللي ما أيد هذا المسار كان يقبع في السجون تقول طرحت بعض الأسماء لتسيير المرحلة الانتقالية على غير أحمد بن بيتور زوبي داع السول ليستقر الأمر شوف أحمد بن بيتور حقيقة كان وزير أول للبوتفليقة ومعروف كخبير اقتصادي ومعروف بنضاله ومعروف بنضاله بعد ذلك ضد النظام بلا أدل شك ومكروه لدى السعيد البوتفليقة إذن لا يمكن أبدا أن يقبل به السعيد البوتفليقة هذه حكاية فارغة أمر آخر زوبي داع السول من هي زوبي داع السول أصلا حتى يطرح اسمها كمرحلة انتقالية كتقود مرحلة انتقالية من هي أصلا ليست لديها قيمة في الشارع وليست شخصية مناضلة كبيرة يعني انتوما تعملوا اجتماع باش تنقذوا الأمر يعني هذه الأسماء تطرح قبل اليمين زروال تطرح وطرح وبعد يستقر الأمر عاملية يعني تحط لي زوبي داع السول واليمين زروال وعلي بن فليسو وبن بيتور في نفس المقام يعني يعني كأنه شيء غريب يعني يعني شيء غريب زوبي داع السول يقول كأنها مناضلة كما احترامي ليها على كل حال أنا لا أقول هذا لكي أطعن فيها ولكن الحقيقة لا يمكن هي مناضلة عندها مواقفها سياسية نتفق معها أو نختلف معها هذا شيء آخر ولكن من هي أصلا تكون زوبي داع السول حتى تقود مرحلة انتقالية ما بعد بوتفليقة الشارع ثار المؤسسة العسكرية خرجت من بيديهم يعني يطرح زوبي داع السول واضح واضح الكذب الكذب المعلن واضح مع احترامي للسيدة الوزاح واضح الأمر الكذب معلن وليس دفاعا عن القيد صالح أنا القيد صالح إلى آخر دقيقة حتى اليوم اللي تم استقالة بوتفليقة بتلك الطريقة كنت أنتقد فيه ولكن بعد ذلك لما وصلتنا المعطيات وما حدث في الفطرة الأخيرة وما حاولوا كيف حاولوا يتخلصوا منه كذا وكذا كذا قلت هذا الرجل يستحق الاحترام لأنه ديار مواقف أخيرة كان يمكن أن هالدولة تستمر تحت حكم العساب إذن في هذا الاجتماع لماذا لم تذكر السيدة الوزاح النون بأن هذه المجموعات اتصلت أطلب كريم طابو اتصلت بحزب إسلامي تصلت بحركة حمس وعبد الرزاق مقري لماذا لم تقول أنهم اتصلوا بالعربي الزيطوت أيضا حتى في لندن لماذا لم تقول هذا الخبر هذه المجموعة خططت بهذه كانت حابة جيب اليمين زروال رئيس لهذا المجلس جيب كريم طابو وكانت في المعلومات في الأول يقولوا اتصلوا بالشيخ عبدالله جبل ولكنه رفض وبعد ذلك اتضحت معلومات بأنه اتصلوا بعبد الرزاق مقري وعبد الرزاق مقري لم يرفض هذا الأمر لم يرفض أن حزبه يشارك في هذا المجلس وأيضا اتصلوا بمحمد العربي زيطوت اللي كان دبلوماسي في ليبيا سابقا اتصلوا به حتى يستعملوه من أزلسكات الشارع ووافق ليهم وقال لهم قال لهم سأساهم في تهدئة الشارع المهم يجي عضو في المجلس يعود إلى السلطة أو يأتي من الباب الواسط هذه 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 معلومات موثوقة لماذا لم تتحدث عنها الوزاح النور ايضا بالمختصر المفيد هذا اذا من ناحية المحتوى من ناحية شكله تفجير هذا الملف بعد رحيل القايد صالح يوحي بأن الدولة العميقة تريد أن تعود بقوة وقوة لحكم الجزائر خلاص خسروا ما خسروا في أيامات القايد صالح الآن تريد العودة على غراء على جثة القايد صالح إلى السلطة بأي طريق ولن يجد مثل لويزا حنون التي برئت من تهمة التآمر آمر على على الدولة وخرجت تعادت وعندها حزب سياسي ولسانها حاد ولذلك وهي كانت متهمة في لقاء مشبوه هذا كان لقاء اللي كان فيصل في تغيير مصار الدولة الجزائرية ولا يوجد سواه الآن من هم؟ سعيد بتفليق رهو في السجن توفيق في السجن بشير طلطاك لم يحضر معهم ولكن كان بطرق ما في هذه المؤامرة اليامين زروال في بيته لا يمكن أن يعود أن يتحدث هذا الموضوع إذن لم يبقى إلا الوزاح النون الآن اللي موجودة خارج السجن وعندها حزب سياسي تستطيع أن تتكل إذن هذه عودة الدولة عميق الظروف التي جاءت في هذه التصريحات هي الاستفتاء القادم شوف الاستفتاء القادم هذا معاده كذلك يضغط على رئيس الجمهورية من أجل تمرير الدستور هم يريدون هذا الدستور أن يمر تعرفوا أطرحات الوزاح النون الإديولوجية وإديولوجيتها وعلمانيتها ومناهضتها للقادم للأسرة وقيم الدولة الجزائرية وقيم الدولة المسلمة أيضا انتصارها للأطرحة البربرية في كثير من الأمور معروف إذن هي خرجت لتضغط الدولة العميقة على الرئيس تبو لذلك إخواني الكرام أنا في تقدير شخصي أن هذه التصريحات مع مع كل الاحترام طبعا إلى السيدة لويزاح النون هي تصريحات معدة من أطراف المعينة معدة من أطراف المعينة العصابة التي اجتمعت لم يبقى منها حر إلا لويزاح النون وهناك شبكات أخرى غير ظاهرة موجودة في عالم الاقتصاد موجودة في السياسة موجودة في الأحزاب موجودة في دوائر السلطة موجودة حتى في رئاس الجمهورية موجودة لذلك الشعب الجزائري الذي خرج في 22 فيفري وقال لا لعهدة خامسة لا للعصابة عليه الآن أن يخرج في أول نظامبر لإنهاء هذا الدستور لإنهاء هذا الدستور ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يبدو رئيس الجمهورية أنه رهينة أنا نشوف رئيس الجمهورية الآن أنه رهينة متى يكون رئيس الجمهورية قوي بغض النظر على ما كان أنه كان وزير أول عند بوتفليقة وكان وزير في عدة حكومات بغض النظر عن هذا الشيء المهم أنه رئيس جمهورية جاء في انتخابات 12-12 وتعهد ببداية مسار جديد الرئيس الجمهورية أعتقد بأنه تحت ضغط كبير متى يتحرر من هذا الضغط إذا وجد معه الشارع القوي أما المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية التي اتهمتها الآن الوزا حنون تتهم المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية القيد صالح ما انقلب من داروجة من داروديركت انقلب على بوتفليقة هو انقلب مع قادة منهم السعيد جنقريح الآن الوزا حنون تتهم بأن المؤسسة العسكرية انقلبت على بوتفليقة معناها الانقلاب وبيضت صورة بوتفليقة بوتفليقة الذي طالب الجزائريون بمحاكمتهم جيل الوزا حنون ترد كأنه قلبه على الجزائر يا ابو تفليقة لا يدري ما يدور من حوله حتى تجي تقولوا بأنه قال ابو تفليقة كان يحكم باسمه مراحل معين العهدى الرابعة كله هو يحكم حتى العهدى الثالثة إلى حد ما ولكن العهدى الرابعة كامل هما يحكموا باسمه ولا على باله وش ساير يهزوه يحطوه يقول له أقعد والله ما على باله وش ساير يعني يخبر الوزح النون ويروح يخبر القيد صارح بأنه سيستقيل وكذا وكذا الرجل جايبينه من سويسرا وما على باله وش أصلا وش ساير اليوم هذا ما على باله وش ساير إذن إخواني الكرام أنه الآن عودة الوزح النون بهذه الطريقة ما هي إلا عودة للدولة العميقة الوزح النون مناضلة بلا أدنى شك رئيس حزب سياسي وكذا وكذا هذا ما يتكلم عليه ولكنها معروفة بعلاقتها مع آل بوتفليقة وعودتها بهذه الطريقة ليس لضرب القيد صالح لم تعد له حول ولا قوة هو عند ربه ولكن لتبييض صورة بوتفليقة ومحاولة الضغط على الجزائريين وتشتيت الأذهان الجزائريين في الاستفتاء القادم على الجزائريين أن يركزوا في هذه المرحلة على الدستور يجب عدم تمرير هذا الدستور ستعود العصابة بقوة والرئيس لا يمكنها أن يفعل شيء إذا تمكنت منه عصابة الدولة العمق سكرا لكم أحبة الكرام على إصرائكم ونعتذر دائما نطيل عليكم ولكن الله غالب الكلام كثير في هذا الموضوع والمواضيع كثيرة ومتشابكة والحرقة أكبر مما يمكن أن تتخيلوها على جزائر تعاني من أطراف كثيرة للأسف نتمنى من النظام الجزائري القائم أن يكون قلبه على الجزائر وليس على أشياء أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم في فرصة أخرى بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله